أما بعد روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يحب أن يعطى الراية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي ابن أبي طالب فقالوا هو يشتكي عينيه يا رسول الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به رضي الله تعالى عنه فبزغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ بإذن الله عز وجل ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله تعالى عليهم فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم الحديثة أخوانا فيه فوائد عظيمة جداً الصحابي الجليل سهل بن سعد يروي هذه الرواية وهي يوم خيبر يعني غزوة خيبر التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود قاتلهم الله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو اعطينا الراية غداً يعني يوم المعركة رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله العلماء عليهم رحمة الله قالوا يستفاد من هذه الجزئية إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى وأنها محبة حقيقية لكنها لا تماثل محبة المخلوقين أذي قاعدة يا أخواننا الطلاب عرفوها إن صفات الله تبارك وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين أصلاً لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وشيء نكر في صياغ النفي فهي فهي تفيد العموم يعني ليس كمثله أي كمثل الله عز وجل أي شيء مع إثبات الصفات لله تبارك وتعالى التي جاءت في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث أثبت صفة المحبة لله عز وجل قال يحبه الله ورسوله يعني ربنا بيحب تبارك وتعالى وهذه الصفة أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن ربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي آية أخرى قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ففي قوله يحبهم إثبات صفة المحبة لمن؟ لله تبارك وتعالى في فرغضاء الله منتسبة إلى الإسلام زوراً وبهتاناً بل ومنتسبة إلى السلف الصالح وإلى أهل السنة والجماعة زوراً وبهتاناً حرفوا هذه الصفات منهم الأشاعرة ولما نقول الأشاعرة أصدق ما تمشي بعيد هما صوفية بس باختصار شديد من نقول لك الأشاعرة هما صوفية ما تمشي بعيد الصوفية حرفوا هذه الصفة وقبل ما أوريك حرفوها كيف؟ تفهم معلومة إنه الصوفية ديل لو خلوا الشرك الشرك لو خلوا التب وقالوا تاني ما أبنى نادي لا البرعي لا المكاشفي لا الصايم ديمة لا ود بدر لا أبنى طوب بقبة ولا أبنى اعتقد في دلقان أخدر ولا أبنى سفلين تراب من قبر شيخ ميت كل دلو خله ولسه هم على عقيدة الأشاعرة فلسه الإشكال بيننا وبين قائم وما بينتهي إلا يتوب ويرجع إلى الحق الصافي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لكن إحنا مشكلتنا معهم الأكبر من إنهم بيعتقدوا عقيدة الأشاعرة مشكلتنا معهم في الشرك بالله عز وجل البي يدعو له الصوفية وبي أصل له زورا وبوتانا في كتب كما قال القرعي في ديوانه الفاشل رياض الجنة ونور الدجنة ولما تسمع العنوان يعجبك تقول الكتاب ده فيه خير رياض الجنة رياض الجنة بالشرك ونور الدجنة هو أن النور أين النور يقول لك إن ناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل ده شرك ما عنده أي تاني معنى تاني ما يجي صوف يقول لك توسل كالضاب ما توسل أصلا ما توسل ما في توسل في الدين إنك تنادي لك مخلوق ميت مع الله تبارك وتعالى توسل ما في ذلك أصلا ولا ده ما اسم توسل ذاته ده ما اسم توسل التوسل هو التقرب الوسيلة هي القرب بإجماع المفسرين وبتفسير القرآن بالقرآن ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ده تفسير القرآن بل القرآن يبقى الوسيلة معنى القرب أشان أنا أتقرب لها الله أنا دي إسماعيل الولي ده يعطوا دين يا صوفية أي دين هذا ده دين المشركين عجبون ألا ما عجبون إذن الأشاعرة هم الصوفية وبينتسبوا زورا وبهدانا للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في فترة من الفترات كان بيعتقد عقيدة الأشاعرة وسموا العقيدة دي سموها بإسمه لأنه واصلا صاحب هذه العقيدة وعقيدة ما ما صحيحة باطلة لكن تاب منها ورجع الصوفية يقول لك لا ما تاب وقال تاب دايرين باقوا شنوه تاب يقول لك لا ما تاب يعني بلقوه إلا يبقوا معهم بلقوه الإمام الأشعري تاب وطلع كتاب الإبانة يقول لك الكتاب ده ونفق عليه ونفق أنت قاله الشعراني تلفق ساي ما ملفق الإمام الأشعري تاب ورجع والصوفية لسه ماسكين في الباطل الكان عليه الإمام الأشعري أليس هذا من الضلال زولي خلي باطل ويرجع يقول أنا كنت عليه ده باطل والآن أنا على الحق تقول له فوت بل حق حقك وخلينا نحن قاعدين في الباطل ده سفه ده سفه في العقول كان بيعتقد العقيدة إنكار الصفات هم بسموها تأويل هم بيسموا الشغل هذي شنو تأويل ونحن بنقول ده ما تأويل لأنه التأويل لو دل عليه دليل ما في إشكال ممكن قد يرى بعض الناس إنه الكلام ده كبير على الطلاب ده ما كلام كبير الشيخ محمد أمان الجامي قال يجب أن تعلم هذه العقيدة في كل مكان شما يجيك زول بتعلفه دوران يقول لك لا يا أخي الكلام ده كبير على الطلاب يا أخي كبير كيف ناس في جواهة الخرطوم كبير عليهم كشغل زي ده ده تدرسوا للشفة في الأساس ذاته في الأساس تدرسوا للشفة تقول لي كبير على الطلاب لابم يعرفوا العقيدة دي تمام ويعرفوا الناس ضد العقيدة الصحيحة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام التأويل لو كان عنده دليل إحنا ما بنى ننكر التأويل مطلقا التأويل يعني أو يعني صرف النص عن ظاهره صرف النص عن ظاهري ده لو كان عليه دليل ما في أي إشكال يعني مثلا نأتيك مثال من القرآن ربنا قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الآن هذه في ظاهرة أنت تستعذ متين لما دار تقرأ ولا لما تقرأ وتنتهي في ظاهرة في ظاهرة لما تقرأ وتنتهي مشكدة لأن الله قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لكن المعنى الصحيح للآية إنك تستعذ متين قبل ما تقرأ يقوم الصوف يقول لك ها شفته غيرت المعنى غيرناه لكن بيدليل الدليل شنو الدليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يقرأ القرآن مش بعد ما يقرأ وانتهي وهو الذي أنزلت عليه هذه الآية الكريمة وطبق النبي عليه الصلاة والسلام يبقى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا ما صحيح صحيح ما فيه إشكال ده مثال بسيط للتأويل فنحن ما بننكر التأويل مطلغا إذا كان التأويل عليه دليل مرحب بيه ومرحب بقائل التأويل لكن تعال مثلا نأخذ الصفة دي صفة المحبة الصوفية الآن سألي صوفي قل الله الله بيحب ولا ما بيحب هو بقول لك بيحب قل الله طيب معنى المحبة شنو بيقول لك يعني إرادة الثواب بيحب يعني يريد الثواب طيب أنت كده صرفت النص عن ظهره يا صوفي يا أشعري دليلك شنو إنه المحبة معناها إرادة الثواب ما عنده أي دليل ما في دليل إلا نجر من رأسه ساي لو قال لنا أنتو بتقولوا شنو في الصفة دي نقول له نحن بنقول دي صفة حقيقية لله عز وجل لا نعلم كيفية هذه الصفة لأنه كيفية الصفات صفات الله عز وجل عندنا ما معلومة ما معلومة أصلا لا ما معلومة لأنه إنت عشان تعلم الصفة نضرب مثال ولله المثل المثل الأعلى عشان تعرف صفة شي لا بد من ثلاثة حاجات عصوا ما بتطلع من الثلاثة يا إما تكون شفت الشي بعينك نمرة واحد يا إما تكون شفت لك شي بشبه شي ده نمرة اثنين يا إما يكون كلمك زول ثقة شاف الشي ده نمرة الثلاثة مش كده غوانا أي صفة العمود داسي لو دار تعرف صفته ما بيمرك من الثلاثة يا إما شفت العمود يا إما شفت لك عمود بشبه العمود ده قلت على ذاك يا إما كلمك زول شاف العمود في ثاني خيار رابع خيار طلاب ما في طيب صفات الله تبارك وتعالى هل رأى أحد من الناس هل رأى الله عز وجل بعينيه حتى يعلم حقيقة هذه الصفات الجواب لا ما في مخلوق بشر أو أي مخلوق رأى الله تبارك وتعالى نهاي بعينه في الدنيا دي لأن ربنا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أما الرؤية يوم القيامة فدي ثابتة رؤية الله عز وجل بالعيون يوم القيامة دي ثابتة لكن في الدنيا في الدنيا ما في دون رأى الله عز وجل حتى يوم القيامة يرى لكنه لا يحاط لا يحاط الله تبارك وتعالى إذن الاحتمال الأول بطل لأنه ما في دون شاف الله عشان يورينا حقيقة هذه الصفات طيب الاحتمال التاني هل له مثيل حتى نعلم بهذا المثيل حقيقة الصفة الجواب لا إذن الاحتمال التاني ما له برضو بطل الاحتمال التالت هل كلمنا ثقة شاف الله وعلم صفات الله عز وجل أكلمنا بيها ما في إذن الاحتمال التالت ما له برضو بطل إذن ما بنعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى مع إثبات حقيقة هذه الصفات طيب نقول للصوفية الأشاعرة نحن بنقول دي صفة حقيقية ثابتة لله عرفتوها كيف صفة حقيقية نقول لهم أول حاجة بظاهر النص القرآني لأنه الله قال يحب الظاهر أنه يحب صرفت الظاهر إلا بيدليل ما بتصرفه زي نمرة اثنين بيجمع السلف بيجمع من السلف الصالح طيب قد يقول لك الصوفي الإجماع وينه والصوفي طبعا ما بيقتنع لو قلت له مثلا نقل الإجماع ابن تيمية ما بيقتنع بيقول لك دانا عندي ما مقبول عشان كده شاو ابن عسيمين عليه رحمة الله بيقول من أقوى أساليب إثبات الإجماع إنك تطالب المخالف بمن خالف نقول أبا الدارجي يعني مثلا أنا الآن قول قول ادعيت الإجماع في المسألة جيت أنت أنكرت الإجماع بتاعي قلت لي للمسألة ما فيه ما فيه إجماع خلاص أنت عشان تطعم في الإجماع لابد تجيب لي مخالف ولو واحد فنقول للصوفية إذا بتقدر تجيب مخالف واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أو أئمة الهدى والدين قالوا الصفة دي ما على حقيقته نقول لهم جيبه وما بيقدروا يجيبه إلى يوم القيامة تعد عديل بتاع رجال ما يقدر يجيبه أبدا إذن خالفوا ظاهر القرآن وخالفوا إجماع السلف بعدكم اللي يقول لك نحن الأشاعر قاموا تاني ما شاء دارين يطعنوا في الصفات جابوا لهم وهمة عقلية أشوف أي ذول بينكر الصفات لأنه دخل عقله في الشغلة شاكد ابن تيمية عليه رحمة الله ابن تيمية تقريبا في العقيدة الحموية أو التدمورية قالوا وكل مشبه معطل وكل معطل مشبه إنتقال الصوفي بينكر الصفة له أو بيحرف المعنى له لأنه أول حاجة بيقع في التمثيل بيقع في التمثيل لما تقول له الله بيحب طوالب يجي على باله شنو إنه بيحب زي فلان أو زي حب فلان لما نيجي على باله إنه بيحب زي حب فلان ما بيلقى له مخرجين له شنو يعطل الصفة يقول لا 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 الله ما بيحب لا لأنه وقع في التمثيل فلو أثبت الصفة حيكون أثبت التمثيل فهو دار يتخارج من التمثيل بيقع وين يقع في التعطيل وده ده لأنهم دخلوا عقول الخريبة يا أخي عقل مليام مهيوبة إنت دارت تتصور به صفات اللي عز وجل ولو عقلك نظيف ما بتقدر تتصور الصفات ما بالك بعقل مليام مهيوبة ومليام محاياة وهوس الحمد لله الصفية أظن نطفت من الداخلية هنا ما ظنيت في ترويج لا فينا فيه كويس قل له سخن على خط الراية وتعال بعدين ورينا رايك شنو في الموضوع اللي بنظم فيه ده تخش هنا شوفت يا تطلع نجيد يا تاقل النجيلة واحد من الاثنين دي يا تطلع من هنا نجيد يا تاقل النجيلة دي ما عندك تانا اي خيار تالت طيب قام دخلوا عقلهم الفاسد قالوا لو قدتوا الله بيحب قالوا أولا المحبة ما بتكون إلا بين متماثلين هسي ولا بعد شوية كويس قالوا المحبة ما بتكون إلا بين متماثلين يعني شنو يعني مثلا راجل ومرأة أو حيوان وحيوان اتنين متماثلين قالوا المحبة إلا كده قالوا إذا قدتوا الله بيحب المخلوق لازم من ذلك التماثل ده ما عقل فاسد نقول لهم كلامكم ده باطل وما بيالذى مصلا وكونوا تقولوا المحبة إلا بين متماثلين ده زاته باطل الدليل إنه ده باطل النبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه نسأل الصوفي أحد جماد ولا ما جماد جماد طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماد ده بيحبنا ونحن برضو بنحبه هل الجماد والبشر متماثلين ما متماثلين بيناتهم فريق كبير حسد تأصوفي تولحيطة واحد تولحيطة واحد لو جيت قلت واحد ده بقى موضوع تاني إذن كلامه ده باطل أخوان ما إلا يكون بين متماثلين تاني قاموا مرقوا بين نجرة جديدة قالوا المحبة دي هي ميلان ميلان في القلب قالوا لأنه أصل المحبة مربوطة بجنوه بالقلب أيها ده كلام حك كونه تقول المحبة مربوطة بالقلب ده كلام ما أمن أقول لك إنه غلط لأنه الله قال عن إمرأة العزيز أو عن النسوة قالا عن إمرأة العزيز لما انحبت يوسف عليه السلام قالوا قد شغفها حبا والشغاف ده هو الغطاء حول القلب ما في مشكلة الحب في القلب قالوا خلاص إذا قلت الله بحب يلزم من ذلك إنكم أثبتوا القلب لله عز وجل ويلزم من ذلك إنكم أثبتوا الميلان والانكسار لأنه قال الحب ده عبارة عن ميلان وانكسار ده كل يا أخوان إلزامات باطلة ليه لأنه جات من عقول فاسدة لأنهم أصلا الشغل ما واضح عليهم يا أخي أنت أثبت الصفة وما يلزم إن الصفة في المخلوق كده ما يلزم إن الصفة تكون في الخالق بنفس المعنى وإلا تكون وقعت في التمثيل والمشابه يا صوفي نحن بنقول الله عز وجل صفاته لا تشابه صفات المخلوقين شاكد القاعدة دي لو الصوفي ثبتها من البداية ما كان خش في اللولة ودي كلها شاكد ثبتوا أنتم يا طلاب عقولكم عقول نيرة في جامعة الخرطوم ثبتوا القاعدة صفات الله ما بتشبه صفات المخلوق حتى لو كانت بعض الصفات في اشتراك في المسمى لو كانت كده أدي مثال سريع شا ما أحصر الشغلة دي ربنا سبحانه وتعالى في أي ما آية قال عن نفسه وكان الله سميعا بصيرا دي صفات ولا ما صفات صفات سميع نأخذ من السميع صفة السمع بصيرا نأخذ من البصير صفة البصر الصفتان دي الزات الله أثبت للإنسان في صورة الإنسان قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدائر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه فجعلناه سميعا شنو بصيرا طيب الله أثبت السمع والبصر للإنسان وأثبت لنفسه السمع والبصر هل سوفي هل بيقول أنا أشعري هل بيقول الصفتين واحد حقيقة وحدة لو قال كده يكفر لأنه يقع في المماثلة هل منقول الصفتين حقيقة ما وحدة صفات الله أزوجل ما بتجبه صفات المخلوق يا أخي التاسي سمعك ده ما محدود التاسي سامع الحاصل في السوق العربي تحداك من هنا والله لو سمعك بيقى ألف في ألف لو بيقى تريليون في تريليون هل تقدر تسمع الحاصل في السوق العربي ما إنه السوق خليك من السوق العربي هسي في طلاب في القرف دي فوق هل إنت سامعهم ما سامعهم مش عندك سمع أيها طيب ما سامعهم ليه لأنه سمعك قاصر محدود ألا سامعهم ولا ما سامعهم سامعهم يا أخي ربنا قال عن المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله مجادلة دي جاءت للنبي سهل سلم تشتكي زوجها أوث بن الصامد رضي الله تعالى عنه السيدة عائشة قالت والله أنا في الحجرة قالت في الحجرة والمر في نفس الحجرة لكن مطرفة كذا تشتكي للنبي سهل سلم السيدة عائشة قالت رضي الله عنها في كلام بسمعوا في كلامنا ما قاعد أسمعوا مع إن كلهم جوا الحجرة ربنا من فوق سبع سماوات قال قد سمع الله وقد لتحقيق قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها إذن النتيجة يا طلاب نثب الصفة المحبة لله تبارك وتعالى كما جاءت على حقيقتها ولا نعلم الكيفية لا نعلم الكيفية وقس على ذلك دي الفائدة الثانية من الحديث والحديث ليس طويل لو خشينا يمكن المين برده كل ما يكفي لكن أنا بفتح فرصة للحوار والنغش قبل واحد قال ليصوا فيها قاعدين أيوة فضلا أول شيء بقول لكم قل للذين يوزعون الجهل بسم الله في الطرغات وفي صفوف الخبز الله في نار الدموع الله حي لا يموت دي حاية الحاية الثانية أسي نحن لأمننا في البريد دو مركبين لنا سونات وعندنا امتحانات وإزعاج عشان تي يتقول لنا الصوفية كعبين والصوفية ما كعبين ده مقدم لنا ما أسي في الوقت الحالي صوفية كعبين ولا ما كعبين دخل ليه والحاية الثانية الصوفية الحاية الثانية في نجاحات كده المفروض أرد عليها أول حاية الصوفية لما يقولوا أنا الواحد وأنا الغيره ما بيقصدوا إنه واحد بل وحدانية بتاع طالله قصد إنه بوحيد ذاته بوحيد ظاهر وباطنه تمام فالصوفي لما يقول لنا واحد زي ما قلت لكم قصد إنه بوحيد ظاهر وباطنه بوحيد صفاته بفكر زي ما يريد وفريد وبقول كما يفكر تمام الحاية الثانية في موضوع الصفات دي الله زاده قال شنو قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كادح إلى ربك كدحا الكدح لي الله والمشي لي الله ما بيكون بيقضع المسافات بيكون بيتغرب صفات العبد من صفات ربنا واللي هو ربنا وأصبه نفسه في القرآن الكرم والسمع والغير والغير والرحمة فإنت لما تبقى رحيم وتبقى لطيف وتبقى كل مرة تزيد في الصفات دي فبالتالي أنت بتقرب صفاتك من صفات الله اللي هي مطلقة أصلا ما بتقدر تصليها بس الموضوع ده فيدى كده في تطورك الحاجة الثانية ما اسكننا من قبل إنه خطب ولي الله إسماعيل والله أنا زاد في العزمة الاقتصادية لي بقول يا ولي الله إسماعيل كما بتقدر حلنا عليك الله حلنا إحنا بكرة دي عايش من أكلهم ومنلقوا عشان كده الناس تبطل تحنك في البيش وتجوا تطرحوا لنا هنا حل لازمة الاقتصادية وللدولار الجمرو كتار السمدة وشكرا للمنتدى السلف يعني طيب قال بالنسبة للأبيات الذكرنا من الفيوضات الربانية في المؤثر والأوراد القادرية كتاب القادرية الصوفي القادر قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة قام الوليد الصوفي ده جعم الحاشية في كتاب الفيوضات الربانية عمل لا حاشية بيوت عيد والحاشية دي ما شفناها في الكتاب لكن شفناها هنا في النجيلة والله دي حواشة عجيبة جدا واحد يكتب في إنجلطرة واحد يحشلوه في الخرطوم دي قصة عجيبة قال له هو ما جاسد إنه هو الله لكن جاسد يوحد ظاهره مع باطنه أول حاجة أنت عرفته جاسد كيف سؤال منطي عرفته جاسد كيف هل كلمك قال لك أنا جاسد كده إذا كلمك تحال ورينا كلمك وين ولاقيت وين بعدين قال لي واحد ظاهره وباطنه طيب الفرد دي يفرد ظاهره وباطنه برضو ولا كيف ها يبقى فرده يعني مع ظاهره وباطنه الكبير برضو يكبر ظاهره وباطنه ها بذاته ها يزدت ظاهره وباطنه ولا كيف بالضبط يعني إتا يا أخي أودنا ما أفهم أي حاجة المشكلة الثالب يجي دار يلتمس عذر عذر أقبع من الزم إتا عذرك دا أقبع من الزم بتاع القادرية ذاته ياخي تماس يلتمس لناس عذر في كفر هم قاله وهم قال ظاهره عديل لأنه نحن مأمورين ناخد الثالب بيظاهره يا أخوان ناخد الثالب بيظاهره يعني فرعان قال أنا ربكم الأعلى يقوم واحد يقول لا 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 ما كان قاصد قاصد يقول أنا قاعد في السيريج فوق طيب إنتا إنتا لقيته لقيت فرعون لا لا ما لقيته طيب بتعتذر ساي طيب تعتذر له ساي عذر أقبع من الزم عشان تعرف النازل والله يوصلوا مرحلة عجيبة نصى الله السلامة والعافية إذن كلامك دا باطن بعدين قال دول بيوزعوا الجهل وجهين قال لأم مننا في البريد دا نحن لما يناك هل قدمنا لك كريد دعوة تعال جيب الكريد ورينا ألمونو إنتا ألمونو داعتك تعال ورينا هل قلنا لك إلى آل فلان تعال إلى النجيلة اليوم انت جيد براك جيد براك تتحمل بعد دا العصر انت قال المحل دا أنا من جبال بقول لك في شنو جيد خشاة براك بعد دا تتحمل شنو مجاعديننا في البريد نحن ما جاعدناك والله انت جيد براك براك جيد هل قل لأم مننا في البريد دا عشان تقولوا لنا الصوفية وما الصوفية عشان نقول الصوفية وما الصوفية في البريد في الصيف في الخريف في المطر في كله ما ام نغلي الصوفية أصلا ما ام نغليهم شنو في البرد دا ونحن ذاتنا ما بنستمتع إلا نكشف الصوفية ديل والله يا ناديم في البرد في أي وقت نكشف الصوفية في أي وقت ما ناس على باطل أنت قيلون على حق أنت ذاتك على باطل لأنك بتأييدون على الباطل تلتمس له مع زر غريبة قال داري واحد ظهره مع بعطله هذا كلام عجيب دا ها؟ مثلا جدام أكتر كلمة قال هو جاهل الودة جاهل وبخش لنا جهال كتار في الحتة دي والله العظيم ضيج جماعة الفاتس واحد يا أخي ما قادر يجيب ذاته يجي كينة يطوطح شماله يمين عرفتها؟ لو جبت له كوبة يدقاه وهي أداب بيستعدل عرفتها؟ دا جا قال شنو؟ قال إذا كان إسماعيل دا بحل الإشكالية بتاعت الاقتصاد قال أنا ذاتي بقول يا ولي الله إسماعيل شب بالله علىك الله الكلام الباطل دا يا ولدنا البحل أزمة الاقتصاد ما إسماعيل الله عز وجل أنت داري ورق معلومة زي دي وكمان خاشي جامعة الخرطوم أتدخلك منو ذاته يتدخلك الجامعة دي منو ها؟ أنت ما بتعرف البحل الاقتصاد منو؟ وده وريك يا أخوانا إنه نازل بيهونه بقضية التوحيد عندهم بسألوا واحد دارهم لك كرشته دا موضوعه كله كرشته يقول لك الاقتصاد وما الاقتصاد وده لو قرأ القرآن بيعلم إنه الاقتصاد في القرآن ربنا سبحانه وتعالى وراك الخير بينزل متان وراك الخير بترفع متان يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قرية أو مدن سبع ربنا قال عنها لقد كان لسبع في مسكنهم آية النازل كانوا يعني بلغتنا اليوم مرطبين لما مبهي ناكزاته شو الأعيات دي؟ الله قال آية جنتان عيمين وشمال جنان النازل كانوا عايشين في خير يا أخي بعضهم قال قالوا كان ما بيشوفوا الشمس بعيون ليه؟ لأنه الأشزار دي مقفلة مقفلة بفوق شمس ما بيشوفها لا في غبار لا كتاحة ولا سخانة مرتاحين جنتان عيمين وشمال الله قال لهم كلوا من رزق ربكم ما حرم عليهم لكن أكلوا دائرين بتيخ برتقان كلوا أكلوا ما في مشكلة لكن في حاجة وحدي واشكروا له الشكر العمل الصالح تشكر الله إنك تعمل عمل صالح تشكر الله إنك ما تشرك بالله عز وجل ليه تنادي إسماعيل؟ ويا أخي هما مبطوح راقد هناك في كردفان لارتنادي ويصلح اقتصاد البلد تخيل معي زوال راقد تحت الواطا مش قاعد بفوق تهد تحت الواطا وين؟ في كردفان هناك في اللبيط في اللبيط وعريان تحداك إسماعيل الآن عريان ولا ما عريان؟ بالله في عريان بيصلح اقتصاد البلد وعريان بيصلح كيف؟ كذلك يلبس روحه أول حاجة إن شاء الله بانبرس خليه يلبس روحه أول حاجة بعد ذلك يجينا نشوف هل حيصلح اقتصاد البلد؟ والله إذا ما يصلح بلده بيخري باقتصاد البلد عرفته؟ يعني الناس البنادوا بسببنا الاقتصاد بالدهور الله قال لنا السبع قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ماذا كانت النتيجة؟ ربنا قال فأعرضوا أعرضوا دي أعرضوا دي زي الشغل بتعصو فيها أعرضوا ما دائرين يشكروا الله ما دائرين يعملوا العمل الصالح ما دائرين يوحدوا الله كل هذه بتدخل تحت قوله تعالى فأعرضوا النتيجة فأرسلنا عليهم سيل العرم سيل عجيب مرة واحد السيل ذا لما نيجي ما بخلتان أي اقتصاد فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل الخمط العلم قالوا شجر الأراك والأسل شجر الطرفة دبت الققائم هناك في شارع النيل مع النيل الغنماء يوابت أكل الطرفة الغنماء لو قدمت لها طرفة بتعمل كده بتفوت بغادي ليه؟ لأنه ما من أي فايدة الشجر دي ما من أي فايدة قائمة في طرف النيل سايد كذلك العراك أسل العراك دي اللي تتسوق به تاني ما 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 فيه حاجة فيه شنو تتسوق هنا لكن بيه مقارنة بالنعيم الهم كانوا فيه الأشجار دي ولا يشي بالنسبة لهم هم ربنا قال وشيء من صدر قليل الصدر النبك شوف العلواء قالوا النبك ده لما كان أحسن حاجة بالنسبة لباقي النباتات قال الله بدلهم بجنتينهم الله قال قليل النبك ذاتو شوية ما كتير النبك ذاتو شوية السبب الله قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور أو وهل نجازي إلا الكفور يا ولدنا إتما فاهم القصة يا خل الله يهديك الاقتصاد بيجي بالإيمان بالله عز وجل الاقتصاد بيجي بترك عبادة غير الله تبارك وتعالى كلام ده نحن بنقولهم متين أنت ما دار تفهم ما دار تفهم بعد ذا كله تيد قل لي أنا ذاتي بقول يا وله الله إسماعيل والله ما يحل أي اقتصاد طيب تاني قال شنو قال لك كلام غريب كذا قال لك يفيدك في تطورك أنا ما أعرف هل هو دار يصل للحلول والاتحاد ولا نقطة دي عندك علاها تعليق شيخ مزميل في إمتى لأنه لما نتكلم عن الصفات أظن دار يصل لدي والله أعلم دار يصل لمرحلة شنو إنك تتدرج في الصفة لما تبقى صفتك أنت وصفة الله حاجة واحدة وده عقيدة الحلول والاتحاد بتاعة ابن عربي الصوفي وبتاعة الركاني وبتاعة البرعي وبتاعة الصوفية إنك تتدرج في الصفات شوية 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 لما تبقى أنت واحد مع الله تبارك وتعالى وده الكفر الذي ما قال به إبليس كفر وإلحاد بالله تبارك وتعالى طيب تاني ما عنده أي حاجة ما عندك حاجة الفرصة مفتوحة